موسيقى في ظل استمرار الفعاليات الثقافية والفكرية لمهرجانها إعلان جو مدينة تاريخية وتصنيفها ضمن قائمة التراث الإسلامي العالمية تنظيم دورة تكوينية في مجال تسير المشاريع وإدارتها ضمن البرامج التنموية المواكبة لفعاليات مهرجان جو الاثقافية موسيقى انطلاق المرحلة الثالثة من النسخة السابعة لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية العلوم على عموم التراب الوطني والسلطات الإدارية تتابع سير المسابقة اينما كنتم مشاهدين اكرام حياكم الله اهلا بكم لا تفاصيل مسائية الموريتانية لهذه الليلة معكم فيها ميناتا محمد حدرة ومحمد بلديدي اهلا بك ميناتا اهلا بك محمد قبل ندخل في تفاصيل المشاهدين نتابع إياكم نشرة مجزة بهم الأنباء مع الزميلة مريم التشيخ إليك مريم أهلا بكم مشاهدين الكرام واشكرا لك ميناتا ومحمد وأرحب كذلك بعائشة عالية التي سترافقني في هذه النشرة المجزة بلغة الإشارة حضر وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الليلة البارحة سهرة الفنية والأدبية الثانية المنظمة ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرج نجا والثقافي وقد عرفت السهرة لإلقاءات شعرية فصيحة والشعبية إضافة إلى العديد من العروض في الكلورية الشعبية فضلا عن وصلات مديحية وأدبية عكس التنوع وثراء ثقافات البحلية حضر السهرة إلى جانب الوزير والي غورغول السيد أحمد ناول السيدب ورئيس جهة غورغول وعمدة بلدية جول وجمع غفير من ساكنة المدينة أشرف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد لسويدات مساء أمس رفقة ولي غورغول السيد أحمد ناول السيدب على تسليم إفادة توثق اعتماد مدينة جول ضمن قائمة التراث الإسلامي العالمي وذلك في إطار فعاليات النسخة الأولى من مهرجان جول الثقافي وقد تسلم هذه الإفادة عمدة بلدية جول السيد لي عمر عبدالله وذلك في إطار حفل جرت مراسيمه عند النصب التذكاري الذي يوثق للحدث بالقرب من مقر بلدية جول حضر هذه التلاهرة عدد من أطور ومنتخبي ووجهاء وشيوخ محاضر ولاية غورغول أشرف وزير التشغيل والتكوين المهنية السيد نيانج مامادو سوال اليوم في مدينة جول على انطلاق تكوين في مجال تسيير المشاريع وإدارتها ضمن البرامج التنموية المواكبة لفعالية مهرجان جول الثقافي يستهدف هذا التكوين المنظم بموجب اتفاقية بين إدارة التشغيل وشبكة الصنادق الشعبية للإدخار والقرض تكوين أربعين تعاونية منتجة في ولاية غورغول أشرف المدير العام للأمن الوطني السيد مصغر والغويزي في صباح اليوم على تدشين مفوضية للشرطة في مدينة مقطع الحجار يأتي تدشين هذه المفوضية في إطار خطة تحديث بنية التحتية للأمن في مختلف مقاطعات الوطن أشرف والي قيد مغى سيد أحمد والمحمد محمود للديه صباح اليوم على افتتاح ورشة جهوية لتحيين السجل الاجتماعي التابع للمندوبية العامة لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر سيمكن هذا التحيين من وضع قاعدة بيانات جديدة ستسهل عمليات التدخل ودعم الفئات الأكثر احتياجا في الولاية في كلمة بالمناسبة أكد الوالي أن السلطات العومية اعتمدت استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهور سيد محمد الشيخ الغزواني التي تدف إلى تحسين ظروف المعيشية للمواطنين وأضاف أنه من أجل تجسيد الاستراتيجية على أرض الواقع فقد تم اتخاذ عدة إشراءات من بينها السجل الاجتماعي التابع للمندوبية طلقت صباح اليوم على عمومي التراب الوطني وبمشاركة أكثر من ستمائة متسابق عبروا التصفيات الأولى والثانية من هذه المسابقة المخصصة للتلاميذ جائزة رئيسي الجمهورية للعلوم على مستوى واكشوت وقامت المكلفة بمهمة بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي الأمينة العامة للوزارة وكالة السيدة فاطمة صنبعلي بزيارتنا لمركز الامتحانات في ثانويتين جنين واحد وعرفات اثنان وإعدادية عرفات ثمانية حيث أطلعت على سير المسابقة في هذه المراكز والظروف التي هيئت لضمان شفافيتها وانسيابيتها نهاية هذه النشرة الموجزة أشكر عيشة علي التي رفقتني فيها بلغة الإشارة وعودة لزميلين محمد ومناتا لإكمال بقية فقارات مسائيتنا شكرا لك مريم مشاهدنا الكرام بتفاصيل مسائيتنا بعد فاصل قصير بحول الله أهلا بكم مشاهدنا الكرام بداية هذه المسائية ستكون نافذتنا على مهرجان جوال الثقافي وزميل محمد فال والسيدنا من هناك محمد فال إليك شكرا لكم محمد ومناتا مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في نافذتنا التي نقدمها هنا من مدينة جوال التاريخية مواكبة لفعاليات مهرجان جوال الثقافي حضر وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ليلة البارحة السهرة الفنية والأدبية الثانية المنظمة ضمن فعاليات نسخة الأولى من مهرجان جوال الثقافي وقد عرفت سهرة الأولى إلقاءات شعرية فصيحة وشعبية إضافة للعدد من العوض الفلكلورية الشعبية فضلا عن وصلات مديحية وأدبية عكس التنوع وثراء الثقافة الشعبية شيئا فشيئا ومع بدء العد التنازلي لمهرجان الجوال يتضح جليا أن هذه المنطقة الغنية بالتنوع الثقافي كانت بحاجة إلى هذا النوع من التظاهرات الثقافية التي تبعث الحياة في المدن وتشجع السكان على البقاء من هذا المنطلق ركزت مختلف الفرق التي أنعشت الليلة الثانية من المهرجان على عروض فلكلورية فريدة كانت مدهشة في أدائها ومبهرة في رسائلها الباعثة على الأمل جل الوصلات الفلكلورية والغنائية التي تم عرضها بمختلف اللغات الوطنية أظهرت أصالة الثقافة الشعبية في منطقة الضفع ودورها في حماية التراث والحفاظ عليه من الاندثار كما عكست في تفاصيلها المختلفة أساليب الحياة في هذه المنطقة خاصة الجوانب المتعلقة بظروف المعيشية والاقتصادية في هذا الجزء من الوطن كانت العناوين البارزة لهذه العروض والقضايا التي تمت معالجتها على المنصة تتمحور أساسا حول أهمية التلاحم والتعاضد والذود عن القيم الدينية والاجتماعية المشتركة بين كافة مكونات الشعب تميزت هذه العروض الثقافية والفنية بالتجانس والدقة في المحتوى والأهداف القبرى للمهرجان التي يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من الحياة والتعايش السلمي في هذه المنطقة المليئة بالخيرات والكنوز المعرفية والثقافية والتاريخية الثمينة كل شيء في مهرجان جول يوحي أن شيئا جديدا بدأ يطفو على المشهد ربما يترجم طبيعة الجهود المقام بها في مجال القضاء على الفوارق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتجاوز كل التحديات المرتبطة بالتنمية المحلية سعيا إلى إحداث نهضة تنموية شاملة في مختلف ربوع البلاد عبد الودود والسيدنة الموريتانية مدينة الجول أشرف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد والسويدات مساء أمس رفقة والي قرغل السيد حمدنا والسيد با على تسليم إفادة التوثيق لاعتماد مدينة جول ضمن قائمة التراث الإسلامي العالمي وذلك في إطار فعاليات النسخة الأولى من مهرجان جول الثقافي وقد تسلم هذه لفادة عمدة بلدية جول السيد لعمر ممد وذلك في إطار حفل جرت مراسمه عند النصب التذكاري الذي يوثق للحدث بالقرب من مقر بلدية جول حضر هذه التظاهرة تعدد من أطر ومنتخبي وجهائي وشوخ محاضر ولاية جورغل أعرب عدد من سكان ولاية جورغل عن تثمينهم لتنظيم مهرجان جول الثقافي والدول الذي سيطلع به في تعريف بثقافة المنطقة منطقة الضفة عموما وما تسخر به من مقدرات ثقافية وتنموية كما ثمنوا وثقة إعلان جول داعينا الجميع إلى التوقيع عليها والعمل بمضامنها بوصف أحد أبناء الحاج محمود باه نستمن على إعلان فقامة الرئيس الجمهورية محمد الشيغ الغزواني على إعلان جول للوحدة الوطنية ونستمن عليه أيضا أنه كرس أعمال وجهاد الحاج محمود باه وأكد للجميع أن الهاج محمود باه أن جول عمله في القرر الماضي هي التي تتواصل حتى الآن بالتربية ومهارب الجهل ومهارب الأمية ونشكره أيضا على قدومه إلى مسجد الهاج محمود باه وإلى المدرسة الفلاح وإلى قبره كل هذا نشكره ونشكر القيادة الوطنية على هذا العمل الكبير والجبار هذا النداء تكون أهميته في كونه عبارة عن وعي لحظة صحة ضمير وطنية لحظة وعي وطنية يقودها فخامة الرئيس الجمهورية عبارة عن سفارة انذار انطلاقة سفينة التحول الآمن هذه السفينة التي ربانها فخامة الرئيس الجمهورية هذه السفينة التي تريد بقيمها القيم الكبيرة التي وردت في معاني خطاب فخامة الرئيس الجمهورية سواء في ودان أو في تشهيد أو حتى في خطاب جول مدينة جول التاريخية وإيضا المضامين والقيم والمعاني الكبيرة التي يحملها النداء نفسه نداء جول هذه السفينة التي تحمل هذه المعاني وهذه الأهداف هي السفينة التي ستبحر بنا بإذن الله إلى بر الوحدة وإلى بر المساواة وإلى بر المؤاخات إلى بر التحول الآمن الذي يوصلنا إلى أرضية صلبة مقامها أو تقوم على أساس من الوحدة نعم الإعلان الجول إعلان تاريخي مهم جداً صميته والرئيس جزاه الله خيراً وقع هذا الإعلان إذن أنا بوصفي باسمي شخصياً أوقع وباسمي الحملة الشعبية التمكن للغة العربية والتطوير لغاتنا الوطنية التي أرأسها نوقع على هذا الإعلان نذمن عالياً توقيع الإعلان الذي وقعه فخامة رئيس الجمهورية والمتضمن مواكبة المواطنين وساكنة على نبذ الكراهية ونبذ الزبونية والجهوية ونبذ القبلية ومواكبة إنشطة الدولة في تنمية البلد تشرفنا الرئيس بنفسه عليه اللي هو إعلان جول اللي هو مهم جداً ووقعه بنفسه وقعت سيدة لولا ووقعها ما شاء الله الحضور الكرام ورئيس المعارضة الدموقراطية كذلك هذا شرف كبير للسكان جول هذا شرف لموريتانيا إدارتها ضمن البرامج التنموية المواكبة لفعاليات مهرجان جول الثقافي يستهدف هذا التكوين المنظم بموجب اتفاقية من إدارة التشغيل وشبكة الصلادق الشعبية للإدخار والقرض تكوين أربعين تعاونية منتشاة في ولاية جورغل أربعون تعاونية منتشاة في ولاية جورغل تستفيد من تكويناً وتمويداً في مجال التسيير وإدارة المشارع والتهذيب المالي ضمن استراتيجية البرامج الوطن المدمجي لدعم المؤسسات الصورة التابعة لإدارة التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني وبشراكة مع شبكة الصلادق الشعبية للإدخار وفيها السياق أضح وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نيانج ممدو أن هذا الدعم يأتي في إطار توفير الظروف المالدية واللوجستية للتعاونيات في الولاية ودعم إنشطتها الزراعية والحرافية وتكوين مسيري التعاونيات المحلية وتعزيز قدراتهم في إدارة وتدبير المشارع التنموية بشكل أفضل ضمن النظام المتكامل لدعم قالة المشارع ورواد الأعمال المهنية ويتح هذا البرنامج من خلال هذا التكوين فرصاً عادلة لتكوين وتأطير المستهدفين في مجال إدارة المشارع وتسيرها وتطوير الخبرات والرفع من مستوى المنتوج المحلي ومردودية بالإضافة إلى توسيع نشاط التعاونيات وخلق فرص استثمارية جديدة منذ أيام بدأ الجوليون يستفيدون أكثر مما كانوا يتوقعون من إنجازات فخامة رئيس الجمهورية نحن اليوم مع وزارة التشغيل لتوزيع مساعدات مهمة بالنسبة للساكنة وتسعى وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال هذا الدعم المقدم للتعاونيات للإسهام في البرنامج التنموي الذي انطلق بالتزامن مع فعالية مهرجان جول الثقافي والهدف إلى دعم الإنشطة الاقتصادية لسكان المنطقة وخلق فرص عملين انطلاقاً من الخصوصية التنموية لولاية غوربول سلم الأمير العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالتنا السيد أحمد سالم البوخريص مساء أمس وساء اليوم بموقع جبريل تومبيري التابع لبلدية جول في ولاية غوربول والذي يضم ضريحة المجاهد سليمان بل سلم إفادة تسجيل هذا الموقع على لايحة التراث الإسلامي وقد سلمت الإفادة للقائم على الموقع نجاي سيدو كما أزاح الأمير العام الستارة عن الشاهد الذي أقيم بهذا الموقع ضمن فعاليات النسخة الأولى لمهرجان جول الثقافي وقرأ الوفد الزائر الفاتحة على روح المجاهد سليمان بل خلال هذه الزيارة كما تلقى شروحاً عن هذا الموقع شملت فعاليات مهرجان جول الثقافي تنظيم ندوات ثقافية وعلمية حول تاريخ المنطقة وإشعاعها الثقافي ومقدراتها التنموية وذلك ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات اليومية التي يحتضنها الفضاء الثقافي للمعرض ويهدف هذا البرنامج إلى إبراز الكنوز الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الضيفة عموماً وجوان خصوصاً كأي مهرجان يستنطق حقب المناطق الأثرية ودورها التنموي وما تميزت به من كنوز اقتصادية واجتماعية وفكرية وواضع من بين أخرى أن عشبها الجانب العلمي لمهرجان جول هذا الحدث الكبير نافذة علمية يومية أراد لها منظم المهرجان أن تكون حاضنة لتدارس الوضعية العام لقضايا منطقة الضفة وحيزها الجغرافي من أجل الإسهام في وضع خطط وبرامج طموحة تعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة التنموية للمدن التاريخية فسلطت الضوء على قضايا التلاحم الاجتماعي بين مكونات المجتمع وروافد الوحدة الوطنية بالإضافة إلى سبول تنمية مدن الضفة والتحديات المناخية التي تواجهها والمقدرات الثقافية والاقتصادية في المنطقة هؤلاء العلماء يشكلون مرجعا للجميع منطقة جوال كذلك ومنطقة فوتاتورو هي منطقة الحاج عمر الفوتي الذي تتشرف بنسبته لها الحاج عمر الفوتيو هذا الحاج عمر الفوتيو هو مرجع كبير ونقطة مضيعة كبيرة ليس بالنسبة لموريتانيا فقط ولا بالنسبة لموريتانيا والسنغال فقط وإنما بالنسبة لكل إفريقيا المحاضرات تعددت في كل ندوة حسب الموضوعات التي شملت استعراض نتائج وحاصيلة المهرجان الذي نظمه المغتربون من أبناء جول السنة المنصرمة بالتعاون مع بلدية جول والجهات الوصية على القطع كما تم إبراز دور المرأة والشباب باعتبارهما عنصرين رئيسيين في محاور التنمية وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة إشراك الشباب والنساء وتفعيل دورهما في التنمية المحلية وتوفير مراكز للتكوين تساعدهم على تنمية القدرات والبهارات التي من شأنها أن تعزز جهود الدولة التنموية مؤكدين أن تجسيد هذه المصطرة لن يتحقق إلا بتوفير التعليم والأمن والصحة وأن يعي الجميع حجم المشاكل والتحديات المطروحة استمعنا إذن لهذه العروض كانت على أي حال كما أسلفت تناولت كل حيذيات إشكاليات تنمية في بلدية جول وخاصة الدور الذي تلعبه الجاليات في الخارج سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا في هذه كرافعة لتنمية هذه البلدية مهرجان جول المنظم بالمدينة التاريخية وإدراج جول ضمن قائمة التراث الإسلامي العالمي حلوم طال انتظاره لسكان هذه المنطقة وإرادة الدولة هي توسيع أهدافه لتشمل الجانب التنموي من خلال المكونة التي نفذتها عدة قطاعات حكومية وهيئات ذقافية ومؤسسات تربوية ومشارع وطنية تهتم بالدين والتاريخ والثقافة والاقتصاد والتراث والطب والأدب والفن محمد المصطفى فابو الموريتانية بلدية جول تعتبر مدينة جول منبع مدارس الفلاح ذائعة الصيد بغرب إفريقيا حيث أسسها العلامة الحاج محمود با أحد أعلام شناقطة الأفذاذ أعطاء هذه المدارس مستمر وفق منهجها القويم في تعليم العلوم الشرعية واللغة العربية الذي رسمه لها مؤسسها كاميرا الموريتانية تعقبت آثار مدارس الفلاح ومؤسسها وعادت بالتقرير التالي بخطوات مذقلة بالذكريات الجميلة يتفقد الشيخ خال صو منزل أستاذه الراحل محمود با أول من فتح له باب علم نهل من معينه حتى اليوم وتحت ظل الشجرة تأسست مدارس الفلاح في العام ألف وتسعبائة وواحد وأربعين حيث درس صو ورفاقه العلوم الدينية والثقافة العربية تسلح بها في وجه محاولات الاستعمار لطمس الهوية لتكون الفلاح شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء جيت هناك وكنت مثلا في المحضرة مبوت كنت أتعلم هناك وفي سنة 55 ذهبت إلى خاي قاسدا لأخي هناك أخي الأكبر وريد أن أجد ثيابا واثل الأمل فلما وصلت قال إنه قد عاد إلينا عن طريق البحر أو عن طريق النهار ونزلت عند الحجم حمود فقال لي يا أخ ما لا تريد قلت أريد أن أجد ثيابا ثم واثل في المحضرة فقال أريد أن أسعى مع ذلك إن خريد مثلا فيه فلاح فتسجد النسائج فقبلت لأنه والدي وم ربي هو أول من ألمني اللغة العربية مثلا كلمة اللغة العربية هو هو نفسه لا أحد هو هو نفسه وهذه اللغة من كتابه الذي يسمى الأخضر على النهج الذي رسمه السلف سار الخلف فنشرت مدارس الفلاح المنبثقة من قرية جوال تعاليم الإسلام وظلت وفية لمناهجها رغم الحداثة والعصر المدارس الفلاح حتى الآن تعيش كما كانت في مرحج الأسل نقوم ما كان يمارسه الآباء لا سيما ما كان يقدمه فيه الهجم حمودة حتى الآن ما زالت قائمة وفي قرية جوال مهد مدارس الفلاح يتطلع روادها إلى غد مشرق تشكلت ملامحه في مجمع تعليمي يجمع أصلة الفلاح بحداثة التكنولوجيا تحت سقف واحد ويحمل اسم الراحل الحاج محمود باع هو أول من أرسل بعثة علمية لتتعلق العلم في الأزهر من أجل أن تعود بعد ذلك لنشر العلم والثقافة الإسلامية والعربية في المنطقة الزائر لهذا المنزل يستحضر عظمة مدارس الفلاحي ومؤسسها الحاج محمود باع المدارس التي نشرت العلم في أربع إفريقيا الغربية وهي تحمل الشعار حية على الفلاح محمد عمر بن لول الموريتانية من منزل الحاج محمود باع بجول نهاية نافذتنا هذه الليلة المقدمة من مدينة جول ثقافية تاريخية وهي أيضا نافذتنا على مهرجان جول الثقافي ونهيب إلى أننا نقدمها هنا من استيديوهنا هنا المؤقت بمدينة جول التاريخية عودة إلى الواكشوت واستكمال بقية عناصر المسائية شكرا لك محمد فار ولكل طاقم قناة الموريتانية الموجود في مدينة جول التاريخية شكرا لك إلى ولاية البراكنا حيث أشرف المدير العام والأمن الوطني صباحا اليوم على تشين مفوضية للشرطة في مدينة مقطع الحجار يأتي تشين هذه المفوضية في إطار خطة تحديث البنية التحتية للأمن في مختلف مقاطعات الوطن صرح أمني جديد في مقاطعة مقطع الحجار بولاية البراكنا ضمن خطة تحديث البنية التحتية للأمن التي تعتمدها الإدارة العامة للأمن الفريق مسقارو القويزي رفقة والي البراكنا سيد محمد السالك أشرف على مراسم تشين هذه المفوضية بمناسبة ذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني وقد تجول الوفد داخل مختلف غرف ومكاتب المقر الجديد للشرطة في مقطع الحجار للإطلاع على التجهيزات وفق المعايير الفنية المتخلة هذا التجهيز يجب ضمن سلسلة التجهينات قائمة بها الإدارة العامة للأمن هذه السابع بدأت هذه المباني تم بناؤها على نفقة الإدارة العامة للأمن وتم ملاتي من الدولة الموريتانية هذه المواضيات تأتي ضمن سلسلة مباني نجل تحديث البنية التحتية للإدارة العامة للأمن هذه المباني عبارة عن نمط تعتمده للإدارة العامة للأمن الوطني منذ سنوات هذا النمط عبارة عن طابق مبناء من طابقين مبناء على مساحة 517 ميطر مربع إضافة إلى ملحقات بيوت للحراسة ومرقاب للسيارات وساحة علم ويسأى قطاع الداخلية واللمركزية عبر الإدارة العامة للأمن إلى تعميم وتحسين نفاذ المواطنين إلى الخدمة الأمنية في عموم التراب الوطني وذلك بتهيئة المباني الأمنية وتحسينها محمد الملهادي قناة الموريتانية مقاطعة مقطع الحجار إلى مدينة السيريبابيا حيث أشرف والي جيد ماقى الصباح اليوم على افتتاح ورشة شهوية لتحين السجل الاجتماعي التابع للمندوبية العامة لتضامن الوطن ومكافحة الإقصائي سيمكن هذا التحين مواطن قاعدة بيانات جديدة تسهل عمليات التدخل وتدعم الفئات الأكثر احتياجا في الولايات المندوبية العامة لتضامن الوطن ومكافحة الإقصائي تأذر تطلق عن طريق الإدارة العامة للسجل الاجتماعي ونظام المعلومات ورشة تحسيسية وتشاورية من أجل تحين السجل الاجتماعي ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى وضع قاعدة بيانات لدعم ومؤازرة الطبقات الهشة في ولايته قدمغة لقد اعتمدت السلطات العمومية استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية طبقا لتوجهات بخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني الهادفة إلى تحسين ظروف المعيشية للمواطنين ومن أجل تجسيد هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فقد تم اتخاذ عدة إجراءات من ضمنها إنشاء واعتماد السجل الاجتماعي التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر ويعتبر هذا السجل الإطار والمرجعية التي يعتمد عليها من أجل تحديد الأسر الأكثر فقرا وكذلك الفئات الهشة وفي هذا الإطار يدخل لقاؤنا اليوم ضمن ورشة التحسيس والتبادل حول تحيين قاعدة بيانات السجل الاجتماعي ويشارك في هذه الورشة عمد بلديات ولاية قدمغة وحكام المقاطعات إضافة إلى ممثل هيئات المجتمع المدني وسيسمح هذا السجل المحين بتوجيه تدخلات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر وغيرها من قطاعات الدولة وتوجيه الدعم للسكان الأكثر احتياجا وذلك تنفيذ للمكونة الاجتماعية من برنامج رئيسي الجمهورية شوقي محمد فال لقناة الموريتانية مدينة سيلي بابي انطلقت صباح اليوم على عموم التراب الوطني المرحلة الثالثة من جائزة رئيس الجمهورية العلوم وذلك بمشاركة أكثر من ستمائة متسابق عبر التصفيات الأولى والثانية من هذه المسابقة المخصصة لتناميذ السوابع العلمية وأسرة الرابعة إعدادية ولمعرفة ظروف السير المسابقة في ولايات واكشوت أدت المكلفة بمهمة في وسارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لأمين العام وكالة سيارة لمراكز المسابقة أزيد من ستمائة تلميذ هو العدد المشارك في أولمبياد العلوم الجائزة رئيس الجمهورية بعد تصفيات المرحلة الأولى والثانية وذلك تزامنا مع مسابقة لانتقاء تلاميذ السوادس للمشاركة في الأولمبياد الإقليمي والدولي الذي يشارك فيه أزيد من 250 الميذان الأمينة العامة وكالة لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي اطلعت في زيارة ميدانية على بعض مراكز الامتحان في ولايات واكشوت الثلاث وأكدت سير الامتحانات في ظروف مناسبة جئت اليوم ليشريفه باسمي وزير التهذيب الوطني وصلاح النظام التعليمي على نهائيات الأولمبياد الرالي المرحلة الثالثة من نسبة ديني لجائزة رئيس الجمهورية وهذه المسابقة تقام على امتداد التراب الوطني وتشارك فيها 650 تلمين من المواد العلمية جرت هذه المسابقة في ظروفين الحمد لله عادية وتمنى للمشاركين النجاح والطاقة المشرف عليها التوفيق المشاركون عبروا عن اهمية المسابقة في خلق جو تنافسي ايجابي يساعد على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الامتحان كان جيد الحمد لله الامر الحمد لله كان جيد وكان الحمد لله ضمن البرنامج كانوا مراحل مرحلة أولى ومرحلة ذانية وكانت الحمد لله جيدة وثانية ايضا وثالثة ايضا في برنامج الحمد لله عادة مسابقة ألمبياد تروازين تور وفت الحمد لله عادة برامير تور ديزين تور ونجحت مسابقة كانت زينة من ناحية التصحيح من ناحية التنميم تو أولا يواعروا أولا هم اللي يهوينا جايزة تحفزنا المنافسة تعطينا جو وقراءة جديد تحرفنا على تلاميذ جديد تنافسهم معهم بالنسبة للأولمبي تور الأول تور الثاني كانوا زيني وها تور الثالث لباس به كان عاجي كان شبه منهم ترقية العلوم واكتشاف مهارات التلاميذ ومواهبهم في التخصصات العلمية لإعدادهم إعدادا علميا يمكنهم من مواكبة العصر ومستجدات العلمة أهداف من بين أخرى تجسد رؤية رئيس الجمهورية لتطوير المخرجات التعليمية إلى أولئة العصابة حيث أدى الوالي الصباح اليوم سيارة تفقد نطلاع لمراكز مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للعلوم في مدينة كيفا كما اطلع الوالي على مستوى تقدم الأشغال في شبك الطرق الحضارية التي يتم تشهيدها حاليا في المدينة بمشاركة 61 تلميذ انطلقت على مستوى ولاية العصابة المرحلة الأخيرة من الأولمبياد للعلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية الهدفة إلى تعزيز قدرات التلاميذ في مجال المواد العلمية وللإطلاع ميدانيا على سير المسابقة أدى والي العصابة السيد عبد الرحمن وللحسن زيارة تفقد واطلاع لمراكز المسابقة في ذانوية كيفا مكنته من التجول في القاعات التي تجري فيها المسابقة وتابع ميدانيا ظروف سيرها من الناحية التنمية والرقابية ومن جهة أخرى أدى السيد الوالي زيارة تفقد واطلاع لسير تقدم الأعمال في شبكة الطرق الحضارية في مدينة كيفا تفقد خلالها سير الأشغال في هذه الطرق مؤكداً للقائمين على الأشغال لضرورة التسريع من وطيرة العمل حتى ينتهي في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة اليوم قمنا بزيارة لمركز امتحان وليمبياد العلوم لجائزة فخامة رئيس الجمهورية تأكدنا أن ظروف الامتحان تجري بصورة عادية وطبيعية وكل جراءات تم اتخاذها في الوقت المناسب نتمنى لأبناء الولاية لتلاميذة الولاية توفيق في هذه المسابقة من جهة أخرى تنقلنا لتفقد سير تقدم الأعمال في الشبكة الحضارية هذه الشبكة الحضارية خضع لنا معالي وزير التجهيز الليلو أسبوعين تأكدنا الأعمال تتقدم بوتيرة معقولة ونطلب من القائمين على هذه الشبكة تسريع في عملهم حتى يتمكنوا منهم يحترموا الفترة الزمنية اللي عندهم في التعاقد وينجاز العمل الكيف المطلوب ومن المنتظرين تنتهي الأشغال في الآجال المحددة وفق مخطط فني تجري الأشغال فيه حسب القائمين على إنجاز الطرق الطرق اللي في الولاية بدأنا يطريق عند الطب يطريق عند الطب تقدمت الطبقة الأولى عند 400 600 مطر والطبقة الثانية عند 240 مطر وهي كيلين و300 وتقدم الأعمال ماشي إن شاء الله في وطيرة مناسبة لكن الأعمال توفى في شهر أكتوبر تضم هذه الورشات تكملة بعض الطرق وربطها بأخرى كانت موجودة بهدف استحداث شبكة طرقية عصرية داخل مدينة كيفا الشيخ الحميدي الموريتانية مدينة كيفا إلى ولاية داخلة واذيبو حيث أشرف الوالي صباح اليوم على انطلاق المرحلة الثالثة مسابقة جائزة رئيس الجمهورية العلوم في نسختها السابعة وستفرز هذه المرحلة المتسابقين الذين سيمثلون الولاية في نهائي هذه المسابقة ربما تتفوت الأعمار والإجناس بين التيامذة هنا وربما أكثر من ذلك تتفوت الأفكار لكن الهدف المشترك بين الجميع هو نيل جائزة رئيس الجمهورية سيد محمد الشهر أزواني للعلوم لهذا العام والطريق لذلك يبدأ من مقاعد إعدادية رقم واحد بن واذيبو هدف سخرت له المنظومة التربوية كافة الظروف وعززت السلطات لدارية الجهوية بدعم معنوي تمثل في زيارة ورد داخل واذيبو سيد ماحو الحامد لمركز المسابقة لإطلاع مدنيا على ظروف سيرها وتشجيعا للمتسابقين للإندفاع أكثر نحو الهدف المنشود سيد الوالي حاول المشرفين على المسابقة تماما كما حاول المتسابقين واستفسر عن سير المسابقة صحبة وفده المرافق مسابقة أولمبياد العنب واذيبو تجريب مشاركة نخبة الروابع الإعدادية والسوابع العلمية والرياضية في مواد العلوم والرياضيات والفيزياء انطلق اليوم الدور الأخير من مسابقة العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية مشاركة 56 تلميذ موزعة على شعبة الرياضيات والفيزياء والعلوم والرياضيات بالنسبة للروابع أشرف زار السيد الوالي المركز وطلع على سير العملية وطلع على تفاصيل هذه العملية ولاحظ كما لاحظنا جميعا أنها تسير في ظروف جيدة وأن جميع الإجراءات المتعلقة بتمكين التلاميذ من معالجة المواضيع المقدمة إليهم كانت على أحسن ما يرام ويتطلع المشاركون بن وذيبو إلى حظ المراكز الأولى والتشرف بنائي للجائزة لهذا العام أمام باقي وليات البلاد لقناة الموريثاني عبدالله وليزبير وذيبو وفي ولاية غورغول انطلقت صباح اليوم بثانوية كي هيدي رقم 2 المرحلة الثالثة من مسابقة الرئيس الجمهورية للعلوم تحت إشراف الولي المساعد لولاية غورغول السيد محمد محمود المحضر المختار وبحضور الحاكم المساعد لمقاطعة كي هيدي والمدير الجهوي للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في الولاية وقد عرفت هذه المسابقة مشاركة واحد واربعين التلميذ يتوزعون على مواد العلوم الطبيعية ورياضيات والفيزياء وسيتأهل الفائزون في هذه المرحلة إلى مرحلة الاختتام التي سيحصل الفائزون فيها على جائزة رئيس الجمهورية للعلوم تشجيعا لهم على المزيد من التحصيل وخاصة في التخصصات العلمية الأولي المساعد لولاية غورغول أدل أبو عيد الزيارة لقناة الموريتانية بتصريح قال فيها اليوم نشرفهون على الدورة الأخيرة من انتحان هذه الأولمبياد الجائزة الرئيس أيها الجمهورية وهو الأقسام يتألفون من 42 مشارك وتعيب منهم واحد ومن ضمنهم 12 بنت في الأقسام النهائية من الإعدادية والثانوية وفي السياق تفقد الولي المساعد لولاية ترارزا صباح اليوم بمدرسة السطرة سير امتحان المرحلة الثالثة من مسابقة أولمبياد العلوم لنيل جائزة رئيس الشمهورية التنافس في هذه المرحلة على مستوى الولاية 20 تلميذ من شعب الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية 27 تلميذ على مستوى ولاية ترارزا يتنافسون في مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية في المرحلة النهائية من رال العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار تفقد الولاية المساعد لولاية ترارزا الظروف التي تجري فيها المسابقة والإجراءات المتخذة لإنشاحها حيث أعطى تعليماته للمشرفين على المسابقة بضرورة التقييد بالشفافية والنزاهة وحث التلاميذ على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز بهذه المسابقة قمنا اليوم بهذه الزيارة من أجل الاطلاع على ظروف الانطلاق وسير امتحانات المرحلة الثالثة والأخيرة من أوليمبياد لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم وهي تشارك فيها على مستوى الولاية حوالي 27 من التلاميذ من مختلف الشعب العلمي رياضيات الفيزياء والعلوم وتأكدنا أن كافة الظروف الضرورية لإجراء هذه الامتحان تمت تهيئتها لله الحمد وهو الآن يسير في ظروف جيدة التلاميذ من جانبهم عبروا عن رضاهم عن الظروف التي جرت فيها المسابقة مشحان كان بس لسنصير عندنا للا كوركسيون يعد ترانسفار مشحان كان جيد المستوى تخلي شوى بعض الصعوبات توفق إن شاء الله وإسعى قطع التعليمي من ورائي تظيم هذه المسابقة إلى إحياء ذقافة التنافس الإيجابي بين التلاميذ وتشجيع روح المثابرة لديهم والتميز في المواد العلمية لقناة الموريتانيا محمد الياتمة مدينة روسو كما انطلقت صباح اليوم في مدينة زوارات المرحلة الثالثة مسابقة الأولمبياد لنجازة رئيس الجمهورية العلوم وذلك ومشاركة 31% من ولاية تيرزامور ننتهي المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعه في سياق تقرير مراصرنا في مدينة الزوارات 31% من المستويين النهائيين على مستوى التعليم الإعدادية والثانوي من ولاية تيرزامور يشاركون في المرحلة الثالثة من مسابقة الأولمبياد التي تجري كسابقاتها على المستوى المحلي على أمل الوصول إلى المرحلة النهائية المقررة في العاصمة نواكشوت إن شاء الله عندهم مولدين مسابقين يعدلون مع الأخيرين في موريتانيا الأخيرين بير مع الأخيرين جاء من الولايات أخر هاو صي الله يعدلوها شرب مواجهة إن شاء الله مقبدا إن شاء الله دنك حروف جيد ما عندنا مشكلة تلاميذ عندنا قياب قائبة لا واحد يتبار التلاميذ المتنافسون من المستوى الرابع عدادي في مادة الرياضيات بينما يختار تلامذة السنوات النهائية من التعليم الثانوي المادة المناسبة لهم من بين مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية حيث توفروا لجميع ظروفا طبيعية تمكن من إظهار المستوى الحقيقي لتلميذ استقبلتنا السلطات التربوية الإدارية بتنظيم متقن وبدأنا الامتحان يوم في ظروف جيدة وتفتح الأغلفة أمام الطلاب والحمد لله يشتغلون في ظروف مرضية ومن أجل الطلاع على ظروف سير المسابقة أدى مدير ديوان والي تيرزمور السيد الشيخ والبلال زيارة ميدانية لقاعة المسابقة اطلع خلالها على الوضعية العامة التي تجريه فيها واستمع إلى المعطيات الفنية الخاصة بها من خلال شروح قدمها لمؤثرون التربويون وهي ظروف استحسنتها رابطة أباء التلاميذ مسابقة خلقت ظروف جيدة من كل الاحتياطات وهذا النوع من المسابقات التي تعدلت دولة يشجع التلاميذ على التنافس وغطع أنه إيجابي ويعكس عدد التلاميذ المشاركين في المرحلة الثالثة من هذه المسابقة ارتفاع مستوى العملية التربوية في تيرزمور حيث لم يتجاوز عدد التلاميذ الذين وصلوا هذه المرحلة على مستوى الولايب في السنوات الماضية عشرة التلاميذ سيد أحمد الموكارسيرا زولات الموريتانية وفي مدينة يطار اشرفت السلطات الإدارية اليوم على انطلاق المرحلة الثالثة من المسابقة الأولمبياد لنيل شائزة رئيسي الجمهورية للعلوم يشارك في هذه الدورة التلاميذ المتأهلون خلال الدورتين السابقتين من التصفيات على مستوى ولاية أدراء الراب في ذانوية البنات بأطار جرت امتحانات الدور الثالث من مسابقة رئيس الجمهورية لأولمبياد العلوم على مستوى ولاية أدراء بمشاركة 21 تلميذا موزعين على الشعب العلمية وذلك بعد تمكنهم من تجاوز الدورين الأول والثاني مستشار والي أدراء المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية السيد محمد والسيد أحمد وللي اطلع رفق تحاكم من قطعة أطار على ظروف سير هذه المسابقة من خلال زيارة لقاعات الامتحان حيث هنأ التلاميذ على تجاوزهم للمراحل السابقة حاثا إياهم على مواصلة مشوار النجاح من أجل تحقيق الفوزي في هذه المسابقة التي يتوخى من خلالها تنمية معارف التلاميذ في المواد العلمية فضلا عن تشجيعهم على اليقبال عليها كما أكد المشرفون التربويون اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإجراء المسابقة في ظروف مناسبة أكد أن أقول لكم على النبادئ أن اليوم هذا الدور الثالث للمؤهلين في مسابقة الامبياد العلوم ومتاهل لها 21 تلميدي حسب الشعب التالي خمس تلاميذ من سنة رابعة وست تلاميذ في شعبة علوم وخمس تلاميذ من شعبة فيزياء وخمس تلاميذ من شعبة مؤهلين من شعبة الرياضيات وكان هذا الامتحان في ظروف الحمد لله جيدة ومؤاتية وملائمة للطالب حسب القاعات ونظافتهم حسب المراقبين وحسب مملي المواضيع والوقوف عليهم تجاوز الدور الثالث والأخير على المستوى الجهوي سيمكن المتاهلين من المشاركة في التصفيات النهائية على المستوى الوطنية لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة واطار إلى أولاة الحوض الشرقي حيث انطلقت صباح اليوم في ثروية مدينة النعمة رقم واحد تصفية المرحلة قبل الثالثة من الأولمبياد للإجازة رئيس الجمهورية العلوم هذا العام نشارك في المرحلة خمسة عشر متسابق على مستوى الوطنية الحوض الشرقي ثلاثة منهم من تلاميذ سنة الرابعة عدادية وخمسة من شعبة العلوم الطبيعية واربعة في الفيزياء والكيمياء إضافة إلى ثلاثة في مادة الرياضيات تدفوها للمسابقات إلى ترقية العلوم وبث روح التنافس الإيجابي بين التلاميذ تحضيرهم للنجاح والتمييز في الامتحانات والشهادات الوطنية نعود إلى ولايات البراكنا حيث احتضرت مدينة ألاغ مساء أمس ورشة تكوينية لصالح عمال شركة الموريتانية للبريد في عدد من الولايات تهدف شركة الموريتانية للبريد من خلال هذا التكوين تطوير قدرات عمالها وتمكين المعارف والمهارات الضرورية لمواكبة التطور الحاصري في مجال رقمنا تطويرا لقدرات الكادر البشري في شركة الموريتانية للبريد والمواصلات وسعيا لبناء اقتصاد رقمي مواكب للتحول الرقمي الذي تشهده بلادنا تأتي هذه الورشة المنظمة في مدينة ألاغ وقد أشرف مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية على انطلاق عمال هذه الورشة التي تنظم لتطير عمال شركة موري بوست في ولايات الحوضين والأصابة وتقانت والبراكنا وقرغل وقريماغا مما لا شك فيه أن هذه الدورة التكوينية ستسهم في تحسين أداء هذه الطواقب على مدى الفترة ما بين 18-22 مارس الجاري ومن المنتظر أن تمكن هذه الورشة المنظمة من قبل الشركة الموريتانية للبريد العمال من مهارات جديدة في مجال تسهيل الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين تسعى موري بوست حاليا في إطار مقاربتها جديدة إلى التحول للرقم الشامل مع العمل على تحسين الخدمات المقدمة لزبنائها ولتقريبها منهم وتتأسس هذه المقاربة على تطوير الخدمات التقليدية للمؤسسة في ضوء التحولات التكنولوجية والعولمية مع أعطاء العناية القصوى للكادر البشري تأكوينا وتعطيرا واكتتابا ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار الجهود الحديثة للمؤسسة الهاتفة إلى تحسين وتقريب الإدارة من المواطن وفق رؤية الحكومة الغاضية برقمنة الخدمات الإدارية خاصة المالية منها وفي إطار السياسات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي والأقاليمي العمدة المساعد لبلدية ألاق السيد محمد لحمد طالب أكد على الدور الحيوي الذي تشهده هذه الشركة العتيقة منوها بأهمية هذا النوع من الورشات التكوينية للعمال الورشة التي تدوم أربعة أيام من المنتظر أن تشهد تقديم عروض فنية ومحاضرات للصالح المشاركين عمل من هذه قناة الموريتانية مدينة ألاق إلى ولاية التقاند حيث أشرفت السلطات الإدارية بالولايات صباح اليوم على انطلاق عمال دورة تكوينية لصالح منصة الفاعلين المتعددين في الولاية منظمة بموجب اتفاقية بين مختبر الأمراض والتقنية الحيوية للنخيل ومشروع الدعم الجهوي المبادرة الري في الساحل الورشة تهدف إلى إطلاع أعضاء منصة الفاعلين المتعددين على أحدث التقنيات في مشارك تسير المياه الشوفية في المناطق التي تشهد ندرة في المياه داخل قاعة الاجتماعات بالإدارة الجهوية لوزارة الزراعة بولاية تكوينية جاء أشرف المستشار الوالي على انطلاق أعمال برشة اتفاقية مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل ومشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل لتأطير منصة الفاعلين المتعددين في تكوينية تلعب الزراعة دورا محوريا من الأزل في اقتصاديات البلدان ونظرا لهذا الدور تولي بلادنا أهمية محورية للزراعة بشكل عام ولزراعة النخيل بشكل خاص وقد أولت الحكومة بتوجيهات سامية من فخابة رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا لهذا النمط من الزراعة عن طريق خلق البنية التحتية اللازمة من خلال إنشاء مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل ومصنع لتعليب التمور وتوفير مياه الري عن طريق المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير التأطير الضروري لرفع الإنتاج والإنتاجية ووضع آلية للقروض الميسرة فضلا عن فتح باب لإنشاء الرابطات التشاركية للواحات والاتحادات الجهوية الواحاتية المنبثقة عنها العمدة المساعدة لبلدية تيشكجا أرحب بهذه الاتفاقية داعيا منصة الفاعدين المتعددين إلى الاستفادة من هذه الخبرات التي تعتبر ولاية تقانت في أمس الحاجة إليها بس ساكنة بلدية تيشكجا رحبوا بمشاركين والضيوف الجاين لهذه الورشة التي قطعناها مهمة خصوصا المجال النخيل التي بلدية بلدية واحاتية ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في مهامهم مدير مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل أكد أن هذه الورشة تندرج في إطار السعي الدائم لتطوير قدرات أعضاء منصة الفاعدين المتعددين للوصول إلى التسهيل المعقلني للمياه نحن اليوم في تيشكجا في إطار ورشة تنطلاق أعمال الاتفاقية الموقعة التأطير الموقعة بين مشروع تطوير الري في الساحل ومختبر الأمراض والتقنيات الحيوية من أجل تأطير منصة الفاعدين المتعددين في مكونة تسهيل المعارف من أجل استقلال بياها الري أحسن استقلال المنسق الجهوي لمشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل ثمن هذه الورشة واعتبرا أن المعلومات المقدمة خلالها هي ثمرة نجاحات خبراء في إطار تسهيل المياه خصوصا في الأماكن التي تشهد نقصا في المياه الجوفية هدف المشروع هو أن هذه المنصة تستقل تجبر تطبيقات جيدة تهدف لتسهيل المياه معقلا إياك تنسر ذيك التطبيقات وتنسر ذيك أنظم تري على مستوى الولايات هنا وداخل المزارعين وترشد عليهم المزارعين وإلى عادة مملي تجبر تطبيقات جيدة على المستوى الجهوي والمستوى الوطني تكبالها وتنسرها داخل هذه المزارع وترشد عليها وتكون عليها المزارعين المشاركون في هذه الورشة سيتلقون تكوينا مكثفا يأملون من خلاله أن ينقلوا هذه المعارف إلى ملاك الواحات في عموم الولاية عبدالله يولي سلم الموريتانية مدينة تجججا نعود إلى شرق البلاد حيث انطلقت مساء أمس في مدينة عد البقر بولاية الحوض الشرق فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الثقافي حول دور الطرق الصوفية في تحقيق السلم وتضامن الأخوي تتفادي التظاهر الثقافي والعلمي المنظم بالتعاون بين ساوية الطريقة الشادرية القضفية وجمعية الوداد والإمداد للعبر الاجتماعي للتعريف بالطرق الصوفية ودورها في نشر الإسلام الوسطي ونبذي العنف والكراهية وفي واد الناقة نظمت جمعية يدن بيد للشباب والرياضة بمقرها ليلة البارحة أمسية تحسيسية حول خطورة المخدرات والجريمة المنظمة وليك تحت شعار شباب مقتدر ومستقبل المشرق رئيس جمعية يدن بيد للشباب والرياضة السيد صدام الغميقة قال أن جمعيته قرر التنظيم هذه الأمسية وانشطة أخرى لتوعية الشباب وتحسيسه من مخاطر تعاطي المخدرات والكحول موضح أن تعاطي المخدرات لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة بل يعتبر من أكبر المخاطر التي يواجهها الشباب اليوم وقد ركزت المداخلات على السبب الكافية بحماية الشباب من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة كما قدمت في ختام الأمسية دروع تكريمية لعدات شخصيات من كان لها الإسلام الكبر في خدمة الوطن وتنميته حسب المنظمين تخللت هذه الأمسية التي حضرتها السلطات لدارية ولمنية بالمقاطعة أرض المسرحية ومدائح نبوية إلى ولاية أدرار حيث نظم التجمع العام للمرأة الموريتانية بمدينة أطار حفلا تكريميا لصالح مجموعة من منتسباته تقديرا لشهودهن التنموية وإسهاماتهن في تطوير وترقية هذا التجمع الموثل في كافة مقاطعات الولاية يندرج هذا الحفل التكريمي الذي أشرف على فعالياته مستشار والي أدرار للشؤون السياسية والاجتماعية السيد محمد سيد أحمد علي في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة رئيسة التجمع شهادت خلال كلمتها بالمناسبة بجهود والسياسات الدولة الرامية إلى دعم وترقية المرأة ومؤسرتها وتمكيرها من خلال تسيير أولوجها إلى الدورة الاقتصادية النشطة وإشراكها في كافة المجالات كما شمل الحفل كذلك معرضا مصغرا لنماذج من منتوجات التعاونيات والتكتلات النسوية المنتسبة لتجمع العام للمرأة الموريتانية بولاية أدرار هنا بنواكشو تنظمت جمعية الدكتورات الأكاديميات من أجل التنمية مساء أمس حفلا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها وذلك تزامنا مع شهر احتفالي باليوم العالمي للمرأة الحفل الذي عرف مداخلات لعدم قادة الجمعية والنساء الرائدية في مجال العمل النسوي تخلى له عرض فيلم قصير عن ذوي المرأة الموريتانية في مواجهة جائحة كورونا كما استرضى أهم الإنجازات التي قادتها المرأة الموريتانية واستعدادها الدائمة لخدمة الوطن كما عرف الحفل تقديم جوائز لبعض الأكاديميات تثمين نجاح في المهام التي أسندت لهنا نضمت جمعية سعادة المرأة والطفل الصباح اليوم حفلا بمناسبة تسليم شهادات للصالح 25 قابلة دولة تكونت في مجال التصوير بالموجات فوق الصوتية خلال الدورة الرابعة التي نضمتها الجمعية بالشراكة مع التعاون الألماني وبلدية تجنين بولاية وشوطة الشمالية رئيس جمعية سعادة الأم والطفل الدكتور ممد يأتي أوضح في كلمته أن الجمعية تسعى من خلال تنظيم هذه الدورات لتسليح القابلات بالمهارات اللازمة لأداء عملهن بنجاح شاكنا التعاون الألماني على إسامه في تنظيم هذه الدورة فعليات تسليم الشهادات للقابلات شهدت مداخلات من طرف العمدة المساعدة لبلدية تجنين ورئيس مركزها الصحي ومثلة التعاون الألماني والمتحدث باسم المستفيدات تضمنت الإشادة بتنظيم مثل هذه الدورات التكوينية لصالح القابلات العاملات في الميدان نظم مركز محيط للتنمية وقضايا المرات بنواذيبو ندوة تحسيسية بحق النساء والفتيات أشرف على انطلاقه فعاليات الندوة ومستشار ويداخل نواذيبو المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية السيد محمد المصطفى والمختار حيث ثمت العمدة المساعدة لبلدية نواذيبو السيدة مارم تشكار هذا النوع من نشطة الهاتف للتعريف بحق المرأة مؤكدة دعم البلدية لكل القضايا الاجتماعية بدورها نائبة رئيسة المركز السيدة مريمت أبي بكر قالت الندوة تدخل في طالع اهتمامات جمعيتهم ومقاربتها الاجتماعية المنفذة على لطاق واسع قدمت خلال هذه الندوة محاضرات تنالت الموضوع من جوانبه المختلفة إضافة إلى نقاشات المستفيدات من طرف الحضور دعت في مجملها إلى إنصاف المرأة وتمكنها نظمت منظمة الخدام الاجتماعيين بنواذيبو رحلة لبعض الشباب المدينة من أجل الاطلاع على ورشات العمل الخاصة باستقبال خامات الحديد الواردة من حقول الانتاج بولاية تيرزامور وطرق المتبعة في شحنها وتصديرها إلى الأسواق الدولية الزيارة شملت ورشات إصلاح القطار واللحامة والكهرباء والميكانكاء ومحطات الشحن والتفريق بالميناء المنشم لشركة سنيم وتهدف المنظمة من خلال هذه الرحلة إلى تمكين الشباب في المدينة من معرفة التخاصصات المرتبطة بهذا المجال وأحثه على نبذ الكسر والاتكارية وولوجي سوق العمل أطلقت جمعية السلام المديح النبوي مساء أمس بن واذيبو ونشطتها المديحية استعدادا لشهر رمضان المباركة وأقل رئيس الجمعية أن هذا النشاط الافتتاحي ومثل بداية نشطة تحسيسية ستحيي بها الجمعية شهر رمضان المباركة بدور رئيس المنتدى الجهوي من نظامات المجتمع المدني أشهد بدور الجمعية التي قال إنها من أشطة جمعيات المنتدى في الولايات كما عرب أمثل بلدية واذيب عن استعداد البلدية لدعم جميع الأشطة الثقافية والترفيهية لجمعيات النشطة تخلت الأمسية وصلاة مديحية تغنت بشمائل خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وفي موضوع ذي يصير النظم الاتحاد الوطني لمداحة الرسول صلى الله عليه وسلم مساء أمس حفلا في نواكشوت مؤتمره التأسيس الأول ويسعى هذا الاتحاد الجديد لخلق إطار تنظيمي جامع للمداحة للتوحيد وتنظيم أنشطتهم المديحية والإحيائية لشهر رمضان المبارك رئيس الاتحاد السيد الحسين الإبراهيم الملقب البوبو قال إن هذا الاتحاد مفتوح لجميع النشطين في مجال المديح النبوي داعيا لجميع الانخراط فيه وتوحيد الجهود من أجل مسيدي من التنظيم والمحافظة على هذا الفن الأصيل حفل إعلان تأسيس عرف عدة مداخلات تحدثت عن مكانة مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ودوره في ترسيخ محبته والتعريف بالشمائله الفاضلة إضافة إلى مدائح نبوية أدتها فرق مديحية أمام الحاضرين كما تم خلاله الإعلان عن مسابقة الرمضانية في المديح النبوي برعاية بزارة الثقافة والشباب ورياضة والعلاقات مع البرلمان وشمعية الشيخ إياها الخيرية حسب القائمنا على الاتحاد نظمت المنسقية الوطنية لأصدقاء الرئيس محمد رشاه الغزواني مساء أمس وقشوط أياما تفكيرية لصالح المنسقين الشهويين حول زيادة تفاقودية المنسقية في الولايات الداخلية رئيس المنسقية سيد جالو أمدو كرول ألقى كلمة بيّن فيها أن المنسقية تضم مجموعة الأطر والمتخبين الفاعين في المجتمع الغيورين على بناء مجتمع ملتزم ووطني وأوضح أنها تهديف لتسجد الوحدة الوطنية وترسيخ اللحمة الوطنية بين كافة مكونات الشعب الموريتاني وأنها تعمل بانتظام في صف داعم برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد رشيخ الغزواني كما تضمنت فعالياتها التواهرات المداخلات من قبل مسؤول المنسقية والأمين العامي لحزب الإنصاف ومثل المنسقية في الداخل تناولت في مجملها ضرورة السعيدة مؤازرة ومواكبة برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد رشيخ الغزواني الهدف النهوض بالمجتمع الموريتاني نحو الأفضل نظم حزب الاتحاد وتغير الموريتاني حاتم مساء أمس بالعاصمة حفل إعلان ترشح سيدة أمي الخليفة على رأس اللائحة الوطنية للنساء للانتخابات النيابية القادمة في كلمتها بالمناسبة وضحت سيدة أمي الخليفة أن اختيارها للترشح من خلال هذا الحزب نابع عن قناعتها بالصدق ووطنية قيادته مضيفة أن الساحة السياسية الوطنية في حاجة ماسة إلى وجود أوجه شبابية جديدة جادة في السعي لتغير البناء منطرقة من رؤية وطنية واضحة يمكنها صناعة فارق حقيقي في الممارسة السياسية منوهة بتلاقي الرؤية الوطنية للحزب مع برامج رئيس الجمهورية بشأن اشتراك المرأة في تسيير الشأن العام وتمكنها من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية وقد حضر حفل فعالياتي هذا الحفل وقد حضر فعالياتي حفل إعلان الترشح قطر ومناظر حزب حاتم رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم ألقى بهذه المناسبة كلمة جاء فيها ألقى بهذه المناسبة ووعيا منها لأهمية أكثر من 50% من المجتمع في أي عملية تنموية يراد لها النجاح لابد أن تتاح لها الفرصة كاملة في ممارسة دولها بكل مسؤوليتك وفق الطواب الشرعية والعرفية المسلم بها في المجتمع هذه المسؤولية تحتاج من المرأة أول وعن لهذا التوم ولهذا المسؤولية تحتاج من المجتمع إتاحة الفرصة أيمن لهذه المرأة لتتحمل هذه المسؤولية في الشرع العام وتحتاج من السلوات الأولى وعي أيضا دول المرأة في عملية تنموية الشاملة وإشراكها فيها بشكل كامل وأعتقد أننا اليوم نحظى بمن يعيها الدول على علاقة المسؤولية في البلاد الآن هو رئيس الجمهورية محمد بن شامل بشهد الكرام ختام مسائيتنا إلى التذكير بالعناوين بظل استمرار فعاليات الثقافية والفكرية لمهرجانها إعلان جو المدينة تاريخية وتصنيفها ضمن قائمة التراث الإسلامي العالمي تنظيم ذرة تكوينية في مجال تسير المشاريع وإدارتها ضمن البرامج التنموية المواكبة لفعاليات مهرجان جو المدينة انطلاق المرحلة الثالثة من النسخة السابعة لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية للعلوم على عموم التراب الوطني سلطات الإدارية تتابع سيرا مسابقة ضبط في أمان الله مشاهدينا وإلى اللقاء إلى اللقاء شكرا لك ملاكنا مسابقة اشتركوا في القناة